يالا والله بالجميع معاكم الوجيه كيف حالكم الجماعة إن شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية هذه مقدمة المشهورة ولكن اليوم أقولها قدام محمد كونفو من قناة موفي كونفو ومعايا برضو حمزة من قناة ملخص حمزة أو ملخصات حمزة فللأمانة الفيديو ذا بنسويه لغرض واحد تقريبا هو الغرض الأساسي في غرض ثاني صغير جنبه أنا بالنسبة لي ما أشوفه مهم لكن بحطه على أساس برضو إيش نغلق الفجوات اللي عند بعض المتابعين أنا بنعرض في هذا الفيديو أول شيء هل الوجيه فانز لمارفل أو لدي سي مع أنه الإجابة ذي معروفة وهل محمد فانز لمارفل أو لدي سي مع أنه الإجابة معروفة وهل حمزة فان لدي سي ولا مارفل مع أنها بالنسبة لي مش معروفة للحين بس بنعرفها في الفيديو وبعدين راح نسولف في سوسايد سكواد الجزء الثاني وراح نسولف في بعض النقاط الخاصة بالجزء الأول ويا بيصير واضح أنه بتكون فيه مضاربة كل أحد نجهز العصي معا مجهزين سكاكينكم يا أخوان جائز طيب يا ساتر لا لا مش شفقا يا شيء لا لا خلاص كذا كفاية خلونا بالأيادي بالأيادي على أقل إيش ينتهي الموضوع كذا وكل واحد عليك هدمات ما أحد يموت محمد نور الله يعطيك العافية هيبعك سنونك حبيبي للأمانة يعني كان ودي أنه اللقاء يكون face to face ولكن إيش المسافة بيننا والله بعيدة بعيدة مرة وحمزة نفس الشيء تمنيت صراحة نكون إننا فعلا يعني في مجلس واحد كده نأخذ ونعطي مع بعض بمرونة أكثر ونشرب كوباي تشاي وبرضو وقت التصوير بنحط لك حاجة هنا يا حمزة عشان إيش نسوي لك face reveal فمنورني والله يا حمزة بعد الله يعطيك العافية يا حبيبي يا حبيبي الله يعافيك على رأسي وإن شاء الله إن شاء الله قريب يعني مو بعيد قريب إن شاء الله راح نلتقي إحنا ثلاثتنا بمكان واحد عاد كيف تكون لذاك الوقت تابون تتسجلون تابون تصورون تابونها بس شدي قاعدة محفوفة كيفكم بس إن شاء الله قريب راح نلتقي معه لا أرضى عليك لا 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 تحادي طيب في حال بس ما تعرفون محمد محمد كونفو من قناة موفي كونفو عنده قناة للأفلام والمراجعات ومن هذا الكلام برضو أحيانا يتطرق للألعاب وقصص الألعاب أحيانا أنا محمد مضبوط طيب جميل تلزيونا بالسنواء وعلى الثاني فيديو جيمز وعلى المقدمة حمزة نفس الشيء ولكنه متخصص أكثر في موضوع وتلخيص الأفلام بحيث يعني لو إنه نازل جزء ثاني أو نازل تكملة لفيلم معين أو سلسلة معينة يلخص لكم الأجزاء أو الأفلام اللي قبلها بحيث تكونوا إيش شرحل هذا أنت يا حمزة بمقدمتك حتى تكونون مستعدين للجزء اليدين يعني دائماً أقول هذا بكل فيديو يعني الملخص أي الملخص فيلم مدتها ساعتين أنا أعطيك إياه بخمس عشر دقائق ربع ساعة بالكثير أركز على أهم الأشياء اللي تخليك مستعد للجزء اليدين هذا الهدف من فكرة الملخصات يعني جميل ومؤخراً بسبة محمد فريد إنه طلب مني وصدع راسي إنه لازم أقول مراجعات يعني أذكر رائي بالأفلام فصارت إضافة على المحتوى ملخصات ومراجعات جميل بالصراحة أنا 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 أشوف إنه فكرة تلخيص الأفلام والمسلسلات يعني والأشياء هذي فكرة جداً ممتازة وبأسلوبك للأمانة يعني فعلياً تعطينا الزبت عارف اللي يحتاجه تعطينا ركاب حلول كل شي مهم ما نحتاجه أعرفه بعد كذا على طول إيش أروح أتابع الشي اللي بعد وخلاص فعلاً يعني للأمانة فكرتك ممتازة وإضافة المراجعات لها جميلة طيب يا إخوان نسعة اسمه نطول في المقدمة نبنخش على الموضوع أنا مجهز مجموعة أسئلة بس على أساس تكون محاور للنقاش وللمرة الثالثة وصيك يا حمزة أرجوك ابعد الشتقن أرجوك ونبدأ مع الوجيه أنا أسأل نفسي السؤال هل أنت يا وجيه فانز لمارفل ولا دي سي أنا أحتاج أجاوب هذا الجواب لأنه جاني ناس كثير على الخاص يا وجيه تراك أنت أفتريت في فيلم سويسايد سكواد تراك يعني حرفياً أنت وضعته في القاع حرام ما أنصفته يعني نعرف الوجيه ما شاء الله منصف ينصف الأفلام يعطي كل فيلم حقه أنت اعترف هل أنت مارفل ولا دي سي لأنه تصرفك الأخير مع سويسايد سكواد واضح إنك مارفل أنا أول شي بقول لكم إيش هذا هذا علامة إيش يا أخوان والله يلابسها من أمس يعني مو عشان التصوير لا والله يلابسها من أمس أول شي أنا ماني مارفل ولني دي سي هذه جزئية لازم تقفلها ونحط نقطة على السطر في النهاية أنا مش مارفل ولا دي سي أنا مع أني أشوف أعمال حلوة لشخصيات أنا أحبها بغض النظر سوبرمان أين كانت النيلة المنين حتى لو خارج عالم دي سي لو فيه خلونا نفترض أنه فيه عالم ثالث ناوي نافس دي سي ومارفل في الموضوع والله راح أتمنى أني أشوف منه أعمال حلوة حرفيا فهل وجيه دي سي ولا مارفل؟ لا أنا لها دي سي ولا مارفل الأعمال اللي تظهر فيه كل الشبكتين أو فيه كل العالمين كلها أتمنى أنها تكون حلوة وبالعكس يسعيدني جدا أنه يكون فيه منافسة حقيقية بين مارفل ودي سي حلو يا أخوان حلو كله سمع اليقابة أوكي محمد السؤال لك هل أنت فان المارفل ولا الدي سي أنا عارف الإجابة ولكن يعني على أساس الناس يفهمون مع أنه فنيلة سوبرمان معطيها موضوع مقفل القصة أنا عشق دي سي أنا فان لدي سي أنا فان لدي سي بشكل عام مو بسبب مخرج معين هاي الشيء لازم أحب أوضح لها الشيء وأنا أحترم مارفل يعني عالم مارفل هنقول اي لايك انت يعجبني بس دي سي من الكوميكس والكارتون الأشياء اللي تشفتها وأنا صغير أنا مو بس أحب عالم دي سي أنا أعشق عالم دي سي بشغب كبير وإذا متحاج عن أفضل شخصتين في حياتي اللي أحبهم بالتساوي وربي يشهد عليه هو السوبرمان والسبايدر فأنا أحب دي سي وايد واحترم مارفل وأكرر المرة الثانية حب لي دي سي ما لأ أي علاقة مخرج معين إذا أحب أن أعمل هالمخرج معك بس أحب دي سي سبت هالمخرج لا حلو يعني أنت فان لدي سي مع أنه ما عندك مشكلة أنك تشوف أعمال حلوة المارفل أشوف هو حتى أعطي تقييمات إذا أعجبني الفيلم تشوفوا مراجعة بينجرز اند جيم بالحرق في قناتي إذا فيلم حلو في كاركترز أسطوريين أفضل تقييم عال يا حبة ليش لا بس تعرف القلب ما يهوى القلب يهوى دي سي ما سأسأل يا سلام يا سلام إجابة جدا واضحة وصريحة وتشرح الكثير وأنا تقريبا يعني ما خرجت عن سياق إجابتك حمزة سؤال لك فانز لمارفل أو لدي سي منزل أنا يعني أبي أبي أشبههم بالفاكهة مثلا أنا عندي تفاحة وعندي برتقالة هذا إذا تاكلها طعامها حلو هذا إذا تاكلها طعامها حلو يا سلام أنا أنا أميل أميل إلى عالم دي سي سوداوي لكن هذا مو معنات أن أنا أكره مارفل بالعكس أنا أغلب أفلام مارفل شفتها وحبيتها وعجبتها وفي جزء كبير منهم عطيتهم تقييمات عالية وتقييمات ممتازة بس اللي اللي أحبه واضحه دام أن أنا أميل لعالم دي سي مو معناتي إذا أنا شفت عمل مستوى جيد فأنا بس أطبل وأمدح بزيادة بس لأني أنا أميل لعالم دي سي أو إذا أنا فانز لعالم دي سي نفس الشي الموضوع حق مارفل مارفل في بعض الأعمال ما أعجبتني قلتها بصراحة العبارة العمل هذا ما أعجبني العمل هذا أشوفه سيء هذا العمل أشوفه جيد هذا العمل في إيجابيات وفي سلبيات نفس الشي لدي سي يعني أنا ما يعني أنا أكثر مشكلة قاعدة تحوشني الحين إذا أنا إذا أنا صرحت أن أنا فانز لدي سي لازم كل الأعمال تعجبني يا سلام إذا في عمل ما أعجبني أقول أنه هذا العمل جيد جداً هذا العمل سبعة من عشرة أنا ما يحق لي كون أنه أنا فانز لدي سي ما يحق لي أقول عنها الفيلم جيد أو سيء أو أعطيه أربعة أو ثلاثة من عشرة أو صفر من عشرة هذا المشكلة اللي إحنا قاعدين نواجهها مشكلة كبيرة أنت فان لدي سي شلون تقول عنها الفيلم جيد أنا أنا هذا المشكلة ونفس الشي إذا أنت كنت فان حق مارفل أنا أحبهم الأثنين أشوف أعمالهم مسلسلاتهم أفلامهم الأنميشنز ما عندي أي مشكلة معهم لكن إذا خلص العمل وبقيم وبقول رأيي فرح أقول هذا لإيجابيات وللسلبيات هذا عمل ممتاز هذا عمل جيد جداً هذا عمل جيد هذا عمل سيد كل بساطة يا سلام يعني أنت يعني تلخيصاً لإجابتك أنت بتميل لأعمال دي سي ولكن ما عندك مشكلة برضو أنك تشوف وتقييم أميل أميل لعالم وشخصيات دي سي وطابعها السوداوي يعني أنا هذا عندي ميول حقة يعني أنا مثلاً أفضل شخصية بالنسبة لي أحب باتمون باتمون بالنسبة لي وتحديداً بن أفليك بن أفليك يعني هذا اللي أميل عليه مع أنه ما عندي مشكلة مع كريستوفر نولن واللي قدمها كريستين بيل الثلاثية ما عندي مشكلة معها بس عندي ملاحظات على صوته على لبسه أكيد على حركات على حركات جسمه أو مشاهد القتال الأكشن فايتسين عندي بعض الملاحظات بس هذا ما أطلع وأقول مثلاً والله اللي قدمها كريستين بيل شيء سيء مثلاً لا بالأكس بس أنا أفضل بنأفلك طيب جميل عندنا الآن ننتقل للسؤال اللي بعده توقع أن الحين صارت واضحة جداً الإجابات كل واحد طالع فوقراس وبغير نحطينا في المنتاج إيش مارفل أن دي سي وعندك محمد يحط دي سي يلاحط دي سي طيب السؤال اللي بعده يا محمد بالنسبة لك إيش أفضل أعمال دي سي طبعاً قازك من عقب 2013 طيوة إحنا ما ودينا نربط ودي نقول لأن نشوف أنا أتوقع السؤال ذا لو انطرح بشكل عام كلنا راح نتفق على ثلاثية يمكن كريستفور نولن أتوقع بس إحنا نبنطلعها ليش لغرض واحد لأنها خارج العالم أو خارج المراحل اللي بدأت فيها دي سي مؤخراً فإيش خلونا نتكلم من عند 2013 من عند منو فستيل وإلى السبوع الماضي الفرقة التارية هو طبعاً في العالم دي سي ايو في نسبة عيد من الأفلام بس لو بتقول لي مثلاً توب ثري يعني أفضل فتة فيلام في هالعالم بالنسبة لي هنا بشكل طبعاً بأخذ زاكسنر بتكلم تقلت هشي في المقطع والفيلم لحد الآن لهاللحظة دي شفته ثمان مرات وكل مرة نفس الأيناع ثمان مرات أضربها كأربعة تشمي طلع لك فهي هو زين فعندك هالفيلم مواي القوي عندك عقوب هاي بي بي اس و من فستيل أكرر هاي لا علاقة بس مخرج معين هو ضغط هالثلاثية دي بس أنا أشوف هالأعمال دي شوف أنا ليم أنا أقولي علامات الفيلم القوي اللي ما يخلص إيك شعورت بتشوفها مرة ثانية علشان تقول هاه في شي فاتني أباحس بشي معين أبي أفهم نقصها بشكل أباحر فيها أكثر هالفلام الثلاثة ما عام فيلم أخرى وصولت نحن قلنا بس بطبط كثلاثة فيها هالطابع اللي حطتك أنا في زاوية فهمت أفكر وأتعمق يعني من نزل معنا في ستيل مرد خلت السينما أنا أحب سوفرمان بس حبيت هالشخصية شو طلعها زاك سنايدر ومثل ما قال الحمزة أنا عافني دي سي مو بها سوداوية طقا أنا شايف الكارتونات في بعض الكوميك بوكس ورية أنا فاهم هالشي ولكن حتى ببهجة دي سي في تون جدي أنا أقدره وايد وهي الشي اللي أنا أحبه في دي سي فهالثلاثة في الماضي يعني تصار مفيد أنا أحبه طيب جيمي ساكتر دي سي بي 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 اس ومانو ستيل طيب حلو السؤال لك يا حمزة أنزل أنا يعني كان أفضل تقريباً أنا طرحت السؤال على أنه أفضل عمل أم أفضل أعمال أفضل أعمال أفضل أعمال حلو أنزل أنا إجابتي ما راح تكون مختلف فوايد عن محمد بس في فيلم واحد راح أشيله وحط بداله فيلم ثاني وهو قال اللي هو جيستيس ليك نسخة زاك سنايدر وقال مانو فو ستيل وقال بي بي اس هذا ليس مشكلة أنا يعني أتفهم ومتفق معك الأحد الكبير لكن سأشيل أنا مانو فو ستيل قاعمتي سأشيل مانو فو ستيل سأضع بداله فيلم الجوكر يعني أفضل ثلاث أفلام لكن الجوكر لا 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 إذا ارتباط راح تكون إجابة نفس إجابة محمد طيب حلو بالنسبة حق أفلام أفلام دي سي الأخيرة هذا لثلاث أفلام ما عندي أي مشكلة معاهم وأصلاً يعني وايد حبيتهم بالنسبة حق نسخة زاك سنايدر اللي هي جسس ليغ اللي هي مدتها أربع ساعات أنا بالنسبة لي شفتها ثلاث مرات والحين يعني حيل بخاطر أن أشوفها بعد المرة الرابعة ما عندي أي مشكلة معاها يعني كفلم مدتها أربع ساعات الثلاث مرات اللي أنا شفت فيهم الفيلم استمتعت يعني أصلاً كل مرة درجة الاستمتاع تزيد يعني أكتشف أشياء أتعرف على أشياء أثبت على أشياء على عكس على عكس ما صار مع الفيلم The Suicide Squad The Suicide Squad لسه لسه برحلة 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 خلي بعديه بس أنا أبي بس النقطة هذه أبي أركز عليها الأعمال بشكل عام مارفل دي سي أفلام ثانية ما لها شغل بالكوميكس غالباً لما نتشوف الفيلم أول مرة راح توصل لدرجة معينة من الاستمتاع من الانبهار من أي شنو المشاعر اللي أنت تبي تقولها حطها لما نتشوفها مرة ثانية يا المشاعر هذه راح تزيد معاك أو مثل ما أهيه أو تقل إذا زادت نور على نور إذا مثل ما أهيه نبوس إيدنا ويهو ظهر يا السلام إذا قلت المشاعر هنا عندك أنت مشكلة مع الفيلم هنا عندك مشكلة في فيلم زاك سنايدر The Suicide Squad اللي أنا شفتها ثلاث مرات في كل مرة المشاعر عندي قاعدة تزيد تفاعلي مع الفيلم يزيد Suicide Squad لقصدك لا لا عفوا سنايدر كات سنايدر Justice League فمع هالثلاث مرات في كل مرة مشاعر قاعدة تزيد قاعدة تفاعل مع الفيلم ليهني أنا راح أوقف الإجابة وأعتقد أنه واضح شنو الأفلام اللي أنا عجبتني بالنسبة حق أفلام دي سي مؤخرا في عالم هالم مشترك جميل جميل أنا بالنسبة لي للأمانة يا أخوان يعني طبعا أكيد أول شي Justice League نسخة زاك سنايدر هذه عندي في المرحلة الأولى أكيد للأمانة للأمانة ما أنسى قد إيش استمتعت يا أخوان تعرفون لمسة زاك سنايدر في الإخراج كيف يبدأ الفيلم كيف ينهيه كيف يضيف المشاهد تبع المشاهد القتالية كيف يعطيك إذا في مشهد بسلو موشن يخليك تنجذب تدخل كده مع زاك سنايدر مبدع أنا ما أنسى قد إيش المتعة اللي استمتعتها في Justice League نسخة زاك سنايدر تفتكرون المشهد اللي في البداية من سوبرمان كان يصيح من الألم والموجات تبع يا أخوان يا أخوان رائع 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 مشهد النهاية لما وندر وومن قطعت راس شي اسمه ذاك؟ ستابن وولف ودخل في البداية رائع 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 ومشهد لا للأمانة يعني هذا أفضل فيلم اللي في عالم دي سي سنايدر كت وفي المركز الثاني ما أدد أنت بتتفقوا معي بس ترى أنا مرة استمتعت بأكوامان أكوامان الأول استمتعت فيه أنا عندي حلم سوكي سوكي أنا أقول رائعي أقول رائعي أسريع أسريع شوف أكوامان بالنسبة لي من بداية الفيلم إلى المنتصف لما كان تركيز الأحداث ومن داخل الماء في عالم أتلنتس ما كان عندي مشكلة معا نهائيا الأخراج الحوارات الأكشن الأحداث كله كله على بعضهم ما عندي أي مشكلة مشكلتي مع أكوامان لما اطلعوا بره الماء لما اراحوا عند المنطقة اللي كأنها صحراوية حتى طريقة الحوارات طريقة المغامرات طريقة الأكشن أحس بالنسبة لي لأ نزل عن المستوى وكان عندي مشكلة مع الفلين اللي هو شسمه أوشن ماستر أوشن ماستر الثاني الأسود بلاك مانتا بلاك مانتا بلاك مانتا عندي مشكلة مع شكله معلوك شكله غريب صراحة والله شكله وايد ذكرني في فاور رينجر شوف احنا لو بنراجع أكوامان أكيد هنطلع سلبيات هنطلع إجابيات لكن أنا اتكلم كتجربة للأمانة يعني عندك جستس ليك أكوامان مبسطت عليه استمتعت فيه يمكن عشان التجربة الجديدة تجربة أتلانتس وكمان الممثل جيسون مومو يا أخي رهيب لما نقدم الدور على كم الوجه فما راح نخوض في تفاصيل ليش أفضل وليش ما هو أفضل بس نذكر رؤوس أقلام هذا الحين الثالث الثاني الفيلم الثالث أنا والله محتار يا أخي محتار بين عملين محتار بين عملين للأمانة مانوفستيل أنا مرة 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 مبسطت عليه وزي ما قلت لكم لمسة زاك سنايدر أحبها في الإخراج في المشاهد القتالية يا أخي رهيب يا أخوار رهيب تفتكرون أن المشهد القتالي اللي بين سوبرمان مع ذاك الشخص اللي كان بيضرق اللي معه اللي هو كان ماسك أمه وسوبرمان جاء كده مسرع أخذ وكسر مصانع على طريقه وأخذ له كم مبنى في منهات رائع رائع استمتعت بس برضو عندي فيلم اللي هو واندر ومن الأول واندر ومن الأول برضو مبسطت عليه واستمتعت فيه ولكن لو بتخيرني إيش أحط في الثالث وإحنا ما قلنا ثلاثة هنقول أفضل أعمال هو برضو واندر ومن ومانه في ستيل اللي لأمانه ذي الأربعة أعمال اللي عندي جدا استمتعت فيها في عالم دي سي وما أود أن نخش في إيش أسوأ لحظة 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 بي 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 اس عندك مشكلة معه الالتومة تديشن البي بي اس ما عندي مشكلة معه بالعاكس عادي بس هو اللي فيه مارثا مارثا ايه ايه هاي ترى بقى شي ترى هاي أكثر فيلم فني فيدي أكثر فيلم سوا عليه في بيديوهات شرح في تاريخ دي سي في اليوتيوب ما تصد ما تصور يعني حتى أنا زادت عنا مكتع منظمات هالفيلم يعني أنا أنا أقولها بكل ثقة هاي The Miss Entruceded ماستربيس مع 2016 يا أخوان أنت تفهموني أن الحوار اللي دار بين سوبرمان و باتمان هل تشوف نسخة ثلاث ساعات؟ لا تشوف هالنسخة هل تشوف نسخة سينمائية؟ نسخة سينمائية من نص ساعة هالنص ساعة خربت في الأول فيلم تشوف نسخة ثلاث ساعة ثلاث ساعة وثلاث دي تشوفها كجلسة واحدة عبد الرحمن وقب 15 طيب حلو أنا اللي أعرف أنه في النسخة اللي تابعتها اللي هي فيها مارثة وما مارثة واللي فجأة كذا بطريقة ما عفى الله عما سلف فصرنا أصحاب ويلا نقاتل الوحش طيب هذا بالنسبة لي خلونا نخش الآن على إيش؟ على سوسايد سكوات أنا ببدأ فيكم خلونا هنا في الأخير محمد فيلم سوسايد سكوات الأول والثاني أول حاجة نبقى تجاوب إيش الأفضل الأول ولا الثاني وبعدين أبقى تبدأ تبحر في الجزء الثاني وتقول لي مساوء ومحاسنه بكل شفافية مع أنك أنت نزلت فيديو في قناتك عمزة نزل فيديو في قناته ولكن لما تكون في إطار نقاش أتوقع أنه الكلام ممكن يختلف مش يختلف كمعنى ولكن يختلف في إيصال الفكرة لأنه أنا شخصيا لما صورت فيديو مراجعة سوسايد سكوات الثاني أنا زعلان صورت الفيديو أنا مرة زعلان لأنه حرام بعدين بشرح الكلام ذا فأتفضل يا محمد الأول والثاني إيش الأفضل وكذا طبعا عندي الثاني أفضل شوي من الأول الأول صراحة ما حبيته أتبحت حتى من السينما كنت أقول يعني فيلم ليش أتطبيل الزايد أذكر 2016 تطبيل الزايد ما حبيت الفيلم ما حبيت الفيلم ما حبيت ما عجبني وايد يعني كنت تجبها مرة واحدة تستمتع بس تطلع تنساه فالأول يعني عندي مشاكل معا كثيرة واعتبرها أسوأ واحد من أسوأ الأفلام في عالم دي سي المشترك يا بورت بورت 2 الزين اللي هو سيفسر سكوات مع جيمز قان وللأماناتي أنا استمتعت بالفيلم وانا قد كنت مراجعتي سبحان الله يعني هجوم لقبواني بالخاين هالكلمة اللي تعور قلبي وايد انها محمد بريد خاين لدي سي لأنه منحب هالفلم ولي لزاك سنايدر يعني لكم زاك سنايدر يعني لكم زاك سنايدر تفعلي معاش كل اجداء بس خوّنوك على طول ايه على طول نسوك المقاطعي في القناة الثاني أنا صراحة استمتعت فيه اكشن دموي صاحا حبيت الاخراج الاخراج بالنسبة لي يانا هني كان موائل قوي ويبين ترى اخراجيا ما تحدش عن حوارات الكومدية الاخراج حتى التون والطبعة ترى فيه كيف تطاقة من سنايدر؟ لما حالي عرفه جيمز غان وزاك سنايدر باديز رابع جيمز غان كتب فيلم حق زاك سنايدر واخرجه زاك سنايدر وزاك سنايدر منتج منفذ حق سويسايد سكواد يعني زاك سنايدر يحتاج فلوس من هالفلم وما طب بغضا من الفلم فأفراجين في ملاح من سنايدر طبعا طريقة عرض الشخصيات وكل شيء للأمانة يعني ما تحالك طبعا أنا من نوعي ما لازم تضحكني كل مرة لتجعل شخصيات وبعد ما لازم تصيحني وتخلينا تأثر كل مرة لتجعل شخصيات خلو الفلم سلس أنا ما حبيت استخدام الشخصيات هو من أول ربع الساعة وأول عشر لقائق صار شيء حق الشخصيات أنا هنا بالسينما منتجدي قاعد منتجدي أنا قاعد بالسينما قاعد نقول ليش اتحل ليش قضيت على أشياء ممكن تكون في المستقبل زين؟ عشان تصدمني ممكن صدمة شيء زين ليش سويتم تهالشيء؟ خصوصا لسيرتن فننزو كاركترز كتاب بهم يطلعون على السوبر هيرو مالهم ليش؟ في ناس طبعا نمجلتها لكناة التعليقات هاي فيلن الثانوي بغض النظر فيلن الثانوي تخيلنا ساي فيلم سوصا سكواد وحطك في لكس لوتر وأذبح لك ليش؟ هالشي شوية نرفز خلا شوية لبعدهم والمعالجة النصية لهالفيلم علان وفن يضحك حسد جيمز جون طبعا خذ معادلة جونزة الجالكسي اللي أنا حبيتها في بارت 1 بارت 2 ما حبيتها ولا بس ها في دي سي وقطها في هالفيلم ذي وبعد يربي الناس يعملون الفيلم كأنه هذه بيكون دي سي ديت بول وقصص ديت بول وعالم ديت بول والمعالجة النصية ديت بول شي غير أوكي في دي سي فيه نيكات فيه الشمعينة بس فيه كارتونات أنيميشن هاي قصص سويسايد سكواد قصص روحة وحلوة وصادمة ما تم استخدامها وراحوا مع هالقصة دي اللي أنا شوية زعجتني ما عندي مشكلة مع الفلين الكبير ستارو ما عندي نعمل كوميكس هاي شيء وايد جمبر ما فيطلع للأمانة هالفللي ما فيطلع حق يطلع ضد جاستيس ليغ بزاوية شوي مور سينستر فعلى مدى استمتاعي بالفيلم مثل ما قلت لكم في المداينا ما تطلع من الفيلم والله طلعت انت خيراً دخلت الفيلم مع أشاق دي سي ورا في جرس إخراج فطلعنا جميل السينما بس جدا قاعدة ساكا قادة أقول ليش ما فيني أي شعور نبرا تشوفه مارقا طبعاً يعني فيه أشياء بسيطة صارت في الفيلم ما هيبقى بالآخر شيء بعد الشيء اللي ما عجبني استخدام أو اعتمادهم الحاد على مارقا روبي ليش تستخدم؟ ليش تعتمد عليه؟ هاي الثالث فيلم اللي هتطلع انت حتى بتراويني ان انت ما عندك أخرى في دي سي عشان يبيعون فيلمك؟ ليش؟ ليش بله كل مرة طلعت في سيو سايد سكواد الأولي كانت شارمين كانت جذابة فاين برز فري كان متوسط بالنسبة لي أنا عدت ستة ونصة وسابعة فيلم متوسط إنه اوكي شفت استمتعت فيه بس ها أنا احتاج هذا الفيلم في عالم دي سي معني شخصية الثانية أسطورية يبتبع سيو سايد سكواد أنا عرف من هارلي كوين عرف علقتها مع الجودر جودر؟ سامحا مع الجوكر جودر الخاطي مع الجوكر علقتها مع الجوكر أتفهم ليها كارتون أنيميشن بوبيلاريتي شخصية سكسية عن جذابة قصدي اي اندرستاند جبت ببيب المين قبل أطني شي غير لتي بتطلع طاقة نسوية في شخصيات في دي سي وايد حلوة وعن أماندا والر بطلت الجرح يا عمر الحمد أنا أماندا والر زين؟ أنا أماندا والر أنا أماندا والر يبقي مثلة أسكارية بايولا داي بس أرجعتها مع الجوكر يا بروغو طريقة بس شون تفهم إنه من الكوميك صار لها أشياء مشابه بس ما حسيت ذي الهيبة المعتادة يعني ما رشك حسيت شوي قليل من قيمة الكاركتر وأنا تفهم الناس يقولون أنت فاهمين دي سي غلط دي سي موكلة سودوية أنا أقول شيء مهم ترى في تاريخ دي سي باشير نولان بحق نولان الأرقام تتكلم السودوية تسلزيو ماني شوفوا الجوكر فيلم سودوي كأيب يفطسك من الدنيا يوفق بليون دولار ما نفسيو تتحطمون علينا نزخة زاك سنايدر أرباح عالية بي بي سي بارباح ثمانمائة مليون واندرومن في طابع الساولية وويد فلوس ولكن أفلامكم الفرفوشية الهابي مثل برز فري مثل شزام اللي سويتوها بالضبط في معادلة اللي يبون هالنقاط ما يعبت فلوس وايد أنا ما طلع الكلام من الهواد الشوء عين دي بي شوفوا الكوست وشوفوا البوجيت وشوفوا البروفيت ودوير فأنا ما فهم الشي وبعرفوا قدي كلها ليش تبي تساوون كل شيء هابي ليش تبي تساوون كل شيء مضحك في أفلام الكوميكس حلو إنه فيه شوية اختلاف أنا حي ما بروح ساولي فيلم كاتمة وكآبة وناهية العالم بس فيه اختلاف بسيط حلو بحيث أنا كمشوغل أنا أحب دي سي وعندي عجاب لأعمال مارفل اي كنسوش بتمين بوث او قلل حدة الكوميديا وسايدة السوداوية خل إذا بتحكب تطابع مارفل إذا تمسي الفيلم دي سي كوميدي وساوداوي عطني شي في حطة اند جيم وانفينتي وار فيه التوازن التوازن الجن هاي كنامي بكالبساطة مسامحة يعني ثلاث ويد لا بالعكس تمام الله يعطيك العافية حمزة سوساد سكواد الأول أو الثاني أفضل ومع تحرياتك ومراجعاتك وتفاصيلك اللي تحب تضيفها زين بالنسبة لك سوسايد الجزء الأول بالنسبة لي هذا كان من أتعس أفلام دي سي يعني حتى كنت دائماً أحتار شن الأسوأ أهوة ولا شازام ولا بيرتزوف بري يعني هذا الثلاثم بالنسبة لي من أسوأ أفلام دي سي فالجزء الثاني بالنسبة لي وايد أحلى من الجزء الأول بس هذا مو معنات أنه هو أقدر أقول عن هالفلم فيلم ممتاز؟ لا جيد جداً؟ لا جيد إلى حد ما أوكي ممكن أقول عنه جيد اللي شفع له اللي شفع حق هالفلم آآ الاخراج بشكل عام آآ الدموية إضافة عنصر الدموية أوكي الكوميديا ما كانت كل شيء يعني أنا وايد سمعت الناس يقولون الكوميديا والأكشن فيلم جنوني فيلم مينون فيلم خبل فيلم مو صاحي الكوميديا أنا قلته في المراجعة حالها من حال الرعب هي مسألة نسبية تختلف من شخص لشخص نكتة ضحكني أنا وما أضحك محمد فريد نكتة ضحكك أنت يا الوجيه بس ما أضحكني أنا وأرجع للنقطة كفيلم أول مرة أنا شفته ومدى استمتاعي فيه وبعد ما شفته للمرة الثانية أمس أنا دخلت لسيلمة للمرة الثانية بدعوة من واحدة من الشركات الله يعطيهم العافية أعطوني دعوة أساس أن أدخل فيلم ولا أنا ما كنت حاطف بنيتي أن أبي أشوفه مرة ثانية ممتاز قلت أنه يلا خل أشوفه ومع ملاحظتي يعني مع دخولي للسينما للمرة الثانية قلت أبي أركز بعد هالمرة على ردود أفعال الجمهور لأن أنا عارف أنه في هالمشهد راح يصير مشهد صادم في هالمشهد راح يصير مشهد كوميدي فخل أشوف ردة فعل الجمهور وخل بعد أشوف أنا ردة فعلي ومدى تفاعلي مع الفيلم نفسه للأسف يعني مستوى الضحك عندي وايت قل مستوى التفاهة اللي كانت بالفلم كمشاهد كوميدية استوعبت أكثر أن أهم اللي أي درجة تافهين الحمد لله أني ما تحسفت على أولا كلمة أنا قلتها في مراجعتي يعني يعني والله يعني أصلا بعد مراجعتي وبعد الهجوم اللي صار لي على اليوتيوب سألت نفسي هالسؤال إنه هالمعقولة أنا ظلمت الفيلم وليش كانت ردة فعلي في المراجعة يعني يبين تون العصبية يبين تون إن أنا مقهور ترى أنا ما كنت مقهور من الفيلم نفسه أكثر من ما أني مقهور من كلام النقاد على الفيلم نفسه يعني هذا ترك عندي ردة فعل قوية يعني لو 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 النقاد أنصفوا هالفلم وما رفعوا لهالدرجة ما طيروا السماء لهالدرجة كان ممكن أن أنا أطلع أقول عن الفيلم الفيلم جيد في بعض الإيجابيات في بعض السلبيات كان الله غفو الرعيم انتهت المراجعة لكن ردة فعلي الحماس اللي كان فيني العصبية اللي كانت فيني ترى هذه ردة فعل من كلام النقاد وكلام بعض الحسابات العربية أنا عرف توجهاتهم وعرف ذوقهم قبل يعني يتكلمون عن هالفيلم وانصدمت بكلامهم عن هالفيلم صار فيني لا مو منطقي أن أنت ويا الحسابات لأن أنا عرف أصحاب هالحسابات أعرف أعرفهم شخصيا حلو شف طريقة كلامهم عن الفيلم صار فيني واحدة من السنتين يا أنهم المتأثرين براي النقاد يبون يطلعون أمام المتابعين أمام الجمهور أننا نفهم بالأفلام وراينا مقارب لراي النقاد هذا يعني احتمالية الأولى احتمالية الثانية ممكن يبون يضبطون علاقاتهم مع ورنر براثر الميدل إيست يعني أنا شذي أفكر لأنه لأنه ما في شيء بالنسبة لي لعقليتي ولأنه أنا أعرف هالشباب أنه يعطون هالفلم هالتقييمات العالية وأنا أعرفهم أعرف ذوقهم أعرف هم من شنو يحبون شنو ما يحبون أعرف كل واحد فيهم شنو ردت فعله إذا بنقارن متعتنا في هالفلم مع زاك سنايدر جستس ليغ الناس يقولون لي أنت غلط تقارن بين هالفلم لأن هذا أكشن كوميدي وهذاك ما يل للدراما أو للسوداوية أو أنا قاعد أقارن كفلم سوبر هيرو كفلم مقتبس من الكوميكس قاعد أقارن مدى متعتي في هالفلم وفي هالفلم يعني كل بساطة يعني هذا بالنهاية رأيي تيكت أو ليفت كيفكم يعني ليش جديز أعلانين وقت اللي يبون يردون على الكلام اللي أنا قلته في المراجعة ما يقولون لي والله أنا أختلف معاك في هالنقطة أنا أختلف معاك يعني مثلا مثلا عبد الرحمن أنت عجب وايد استانست على هارليك وين أنا بالنسبة لي اكتفيت منها شفتها في سويسات سكواد وين لا أنا استانست على المشهد بس المشهد شايف المشهد ذاك اللي كانت بتركض وبتقتل شفت مشهد الورود أعجبني أعجبني إخراجيا كانت كده فكرة انتريستينج أنا بالنسبة لي ما تقبلتها ما تقبلتها نهائيا وأنا عندي هالسؤال إهي بالضبط شنو السوبر باور اللي عندها شنو يعني أنا بالضبط شفتها إهي واجهة خمسين جندي وسوت حركات يعني ما يسويها لباطمان ما يسويها لباطمان ما يسويها لباطمان في مشهد لما كانوا بيضاربوا مع الستار فيش ما أنا يعرف شي اسمه الفيلون ذاك قفزت قفزة يا شخص سبرمان ما يقفزها ما مالذي حسنا حسنا دعوا لن تخزة لن يسويها الوصف مسبح مجلس 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 ما يحق ما يحق كم بعدين باش راح لدي التفاصيل يعني 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 بالنهاية حتى احنا اللي اللي تكلمنا وقلنا الصراحة يعني انا اتماء يعني اللي خفف علي وطأة الحزن ردت فعلي على الفيلم نفسه وعلى كلام النقاد الاجانب ومع بعض المراجعين العرب اللي خفف علي وطأة الحزن اللي نفسكم وشرواكم اللي طلع وقال الصج حتى وانو اختلفنا مع بعض يعني انا هانستانست عبد الرحمن انا استانست على جون سينا وما عجبتني هارلي كون انت عكسي انت استانست انت استانست على هارلي كون بس جون سينا ما عجبك لكن انا استانست لما شفت مراجعتك قلت هذا الرجل حتى لو انا اختلفت معه بس قال الصج ما طبل للفيلم ما رفع السماء ما قال عن الفيلم ممتاز جدا وانا بوجهة نظري اشوف ان لا الفيلم ما يستاهل ان يكون وايد وايد في عناصر مفقودة نفس الشي بالنسبة حق محمد فريد اهني انا استانست ان اقلت الحمد لله زين ان في بعض المراجعين العرب وانا اتمنى ان يزيدون بالايام الياية ان ينصفون الفيلم ويقولون كلمة الحق بدون لا يخافون من كلام النقاط بدون لا يحطون حساب والله في شركة منتجة اسمها ورنر براذر ميدل ايست ممكن ان حنضبط علاقاتنا معاها ممكن يكون في بزنس بيننا ممكن بالمستقبل اذا سواوا عروض بريمير يجزلون لنا دعوات الامور هذي اي اي الامور هذي يشيلونها يوخرونها على الجنب وما يخافون من كلام المتابعين ولا الجمهور اذا انت كنت مختلف عنهم بالراي اللي ما عنده ثقافة احترام وتقبل الراي هذا مشكلة فيهم ومو مشكلة فيك انت مرة مرة كله ذا ترى متوقع جدا في السوشيال ميديا لازم تعرفوا يا اخوان يعني كلنا يعني خضنا في ذي التفاصيل انا حرفيا اخر شيء ممكن اشيل همه او انزعج فيه انه في شخص يجيلوني على تقييم او على مراجعة مرة متقبل وان كان اسلوبه سيء وان كان بطريقة جدا قذرة او وقحة او طفولية ترى مرة ما عندي مشكلة بالعكس عبر ترى انت تمثل نفسك حدس لايك ترى انت ترى انت تمثل حط خليت ديسلايك يوصل مليون ديسلايك ترى ما يهمني انا طلمني وقلت وجهة نظري هذا اللي يهمني والباقي حدس لها السبب انت انصفت الفيلم وقلت رايك الصجي لكن لو تروح لو تروح حق الحسابات الثانية اللي انا شوية يعني كان فيه عتب عليهم ان كمان قايز يعني مو لها الدرجة انت تصعدون الفيلم السماء يعني ما حطيته اصلا حتى ولا سلبية ولا سلبية قالوا على الفيلم يعني انا افهم من كلامهم ان الفيلم يصفونه مع زاك سنايدر جستس ديك او حتى يعتبرونه ممكن احلى منه عيب عيب والله عيب اشوف انا مسامحة بس على ذي الموضوع بعد الشيء شوي ينرفس انا ترى ممكن الواحد يقول راية يعني خلاص انا حين في قناتي تشام 290 مكتع انا انا اتبعوا ولكن الشيء اللي شوي اللي تعرف اللي ينرفس اللي ينسون ينسون المقاطع القبلية الاشياء التي قلتها الافلم عن الانيميشن ويقول لك لا رحت على المراجعة من هالشخص من هالشخص اقول يعني استحى لويهك شوي استحى لويهك شوي خيلة فيلم كوميك بوك استحى لويهك شوي والشيء والشيء بعد شوي من حسابات الحسابات طبعا فيه ناس احترم رأيهم وكل شيء بس فيه حسابات انا صحيح لاحظ هالشيء بدون ذكر اسماء يعني فيه ما انسى هذي في فيلم تانت اتذكر هالشيء بيفيدلي اتذكره بوضوح السماء حساب نازا قال يقول تدخل قبل ما تدخل الفيلم ما تعرف شنو صاير تشيف الفيلم ما تعرف شنو صاير تخلص الفيلم ما تعرف شنو صاير معطى الثمانية من عشرة واحد من افضل اعمال نولان تقرى المراجعة ولا شايفونها اتذكر شنو هال شنو هالكلام شنو تتشمله بمتعف شنو صاير طبعا ثمانية من عشرة فهمنا نوعك شنو فهمنا نوعك ففيه ناس يخافون ما يطلعون انتوا الواجهة المحنك سويت عن المقطع عن المحنكين نتعرف يا اخوان شوفوا انا انا اتكلم هذا المعلوم مدري اذا صرحت فيها قبل كده ولا لا بس شوفوا انا عندي ثلاثة نوع من المراجعات في القناة عندي انا عندي المراجعة اللي اطبل فيها وبكل فخر لعمل انا اشوفه يستحق التطبيق يا اخي عادي انا فاتح القناة وجهة نظر انا مني قاعد ما في ورايا جمهور متفقين معايا انا قاعد اعطيك وجهة نظري انت من حقك تتفق معاها ممكن انت اجيب الدربوكة تبعك واطبل معايا واطبل الاثنين سوا او ممكن انك تقول لي لا يا حبيبي كلامك فاضي من حقك عادي والله يا افلام يا جماعة طبلت لها تطبيل طبلت لها تطبيل لدرجة يا شيخ خلاص يعني المتابعين قالوا يا وجيه انا بروح اتابع الفيلم عشان تطبيلك ويا ويلك لو ما يعجبني هذه وجهة نظر انا قاعد اقدم لك في القناة وجهة نظر فيه النوع الثاني من المراجعة اللي هو للأعمال اللي خليني اقول ما عجبتني لحد تطبيل ولا هي سيئة لحد اني اجلدها مراجعة عادي اوضح فيها ايجابيات سلبيات وهذه هي المراجعة اللي الناس يحبوها ترضي الجميع انا هنا ما عندي مشكلة فيه ناس لما تطبل كثير تزعل منك وفيه ناس لما تجلد كثير تزعل منك المنطقة الرمادية ذي الناس يحبوها اللي هي ايجابيات سلبيات انا ما احب العب في ذي المنطقة كثير انا معا ما احب فاكرين انتو وندر وومن الثاني يا عيال فيلم مضحك فيلم فشيلة كيف وندر وومن في الجزء الاول الشخصية الغامضة اللي مدري ايش فيها شوية كذا ها شطحات كوميديا تحول ليها الى مهرج الغريب في الموضوع انو وندر وومن الناس انبسطوا قالوا ايه واعطيها عادي ما انا دالي ليش كانوا مصوطين على جلد وندر وومن يمكن لانو يعني الفيلم خرج عن مسار القصة الحقيقي او الطابع تبع وندر وومن لما جلت زو سايد سكواد انا جلته لسبب واضح نفس السبب اللي قاله حمزة اول قبل ما تابع الفيلم دخلت على ايم دي بي سبعة فاصلة تسعة من عشرة واو يا سلام والله العظيم ما ابالغ يا حمزة ولا ابالغ يا محمد انبسطت والله فرحت قلت يا سلام شكل وفي فيلم مجنون اخيرا اخيرا يس سواها دي زي ادخل على رتن تميتو تسعة وثمانية وتسعين كم كان انا سابق سايد يا سايد يا الله يس اخيرا انا متى اشوف الفيلم بس ادخل على مراجعات زي ما قال حمزة ادخل على مراجعات ناس في انستجرام ناس يعني مراجعاتهم تشدني مراجعات نصية يكتبوها كتابة او على طر رأي في سطرين الفيلم فوق احيي احيي عيال لا لا انا بغشوف الفيلم باسم الله اروح اشوف الفيلم شايف لا ازيدك من الشعبات دخلت على الريفيوز اللي داخل روتن تميتو واللي داخل ايم دي بي اللي مقيم الفيلم ثمانية وكاتب ايبك ومدر ايش وعشرين سطر من التقييم المده انا فعلا الهايب عندي مو هنا دقيقة اخوان هنا يا اخوان حرفيا ارتفع عندي الحماس مليون دخلت الفيلم وانا كيف متحمس مليون اول ربع ساعة قلت يوه السلام شفت كيف الانترديوسنج تبع الشخصية اللي كان بيلعب بالكورة بدأ الفيلم بمشهد سينما تقرى في فخم انعكاس الموية على الشخصية بيوريك انو في عندك شخصية هنا عندها مهارات سكيلز مجنونة يالله بنضيفها لشخصيات ايش السويسايد سكوات اوكي يوه السلام يالله بسم الله اللي بعده يوهي تشوف الشخصيات القديمة اللي جات بالاضافة لذاك ابن عرس مادش قلعت وذاك الغبي يا ساتر انا قلت انبسط ترى بالعكس شخصية كده انترستنج اهبل ابغشوف ايش بيسوي في المعركة ايش بيسوي ايه اخر شي طلع مايعرف يسبح وقتلو بطريقة غبية كلهم ماتوا ليه ليه ايش في لحظة تقولي متحمس يا جماعة اصبر لا مافي حماسك هذا ودي في الزبال شوية انا جابو لك ايش طلع هذا كل الاربع شخصيات خمس شخصيات انو ذول يطز فيهم ترى بس بنوريك يعني جبنا شخصيات كبيرة ومهمة ممكن كنا نستفيد منها في المستقبل بس لا طز وذبحتها ذبحت لك وشر قتله قتله خايسة لاحظ واحد ذاك اللي تفككت اطرافه ارسل اطرافه مو عارف يتضرب معاهم هو السوبر باور تبعه كذا فعلياً ولا هو مصنع يا محمد هاي صراحة ما عرف عنه اي ان كان اي ان كان فالشخصيه تبع ذاك اللي كان معاه زي عصا ماوكلي انا بومر انا هاي بومر انجليزا حبه يا اخي انا حب شخصيته هاي عدو حق The Flash هو كنا سمعت احب يطلع فيه The Flash فمعانت انا The Flash قصة قبل The Suicide Squad هاي هو مثل كاركتر ترى رهيبه شخصيته كان قمت تحطه معاه في المكس لباحلي مونجل ليش شخصيته رهيبه وهو نفسه المؤدي الشخصية رهيب اداؤه كان رهيب تقمص حتى لاحظت انه فيه تقريباً كمستري كذا حلوه بيني وبين هارلي كوين كذا فيه بينهم تفاعه فجأة تمسح لي كلهم وبقى يعني حتى حتى فلاك كانوا نوين يضحعوا فيه ترى بس الحمد لله الحمد لله شكراً انه سلم مع انه يعني ما هو لو انهم ضحوا بهار لكوين بقول لك ممكن يستعد شبعنا منها فعلياً فلاك انا مو عد بات نوين انه طبعاً تعرف صرف النهاية هو بشكل عام يعني هو ما هو شخصية رئيسية بس عادي يعني قابل مو مشكلة انها تنتهي بس لو انها انتهت بشكل مختلف كان افضل فعلى كل حال انا كنت زي ما اقول لكم دخلت للفيلم وانا مرة متوقع اشوف شي حلو لانه شايف تقييمات وعادة يا اخوان خلونا من الطماطم الفاسده كذابين مرتشين ما عندهم سالفه خلونا في ايم دي بي انا ايم دي بي ترى يا اخوان مرة اثق فيه لانه يعني نادراً ما تلاقي فيه تقييمات غير منصفة نادراً جداً او على الاقل بالنسبة لي ما ادري عنه بس بالنسبة لي انا نادراً ما شفت تقييمات غير منصفة في ايم دي بي فلما دخلت على السو سايد سكوادا الثاني وشفت تقييمات مرتفعة امبسط ادخل على الفيلم اشوف المستوى ذا والله شغلت الكاميرا جهزت كم نقاط قلت بقول كل رأيي بكل صراحة نكذب عالمين نطبل الى متى انا احب دي سي انا احب مارفل انا متوقع شي حلو يا اخوان دي سي ما تستاهل الخبالة والدلاخة والهبالة اللي قاعد تصير معاهم بواسطة ورن بروذرز التفكير التجاري البحث هذا جيب مخرج اعطيه فلوس لا تهتم بقصة لا تهتم باي تفاصيل مهمة تعطيهم انا قاعد ارفع الفيديو على اليوتيوب قاعد اقول ما ينفع الكلامات لا انا لازم اطلع واقول كلمة حق اوكي يمكن كلامي ما راح يوصل لورر بروذرز ولا راح يوصل لمكان معين ولكن على الاقال اكون صادق مع نفسي انا ما عندي مشكلة طالما اني انا لازم اقول وجهة نظري بحق لو اني دخلت للفيلم على تقييم ستة من عشرة شفته تقييمه ستة من عشرة يعني قبل وما شفت تقييمات تطبيلية زي ما قال حمزة ناس طبلته اكثر من اللازم والله كان سويتله مراجعة من النوع ثاني ايجابيات سلبيات واقف للموضل لكن لما تقعد ترفع للفيلم وباين انه الترفيع هذا غير منطقي على الاطلاق ولا يمت للواقع بصلة وانك اما انت مدفوع لك او على قولة حمزة انا قاعد قاعد ارمي عليك كثير او مثل ما قال حمزة انك ممكن انت تسعى للحصول على علاقات تجارية مع شركات ومع ذاك علاقة انا اتوقع الوجيه اكثر شخص علاقات يفاشل مع كل الشركات نتفلكس لعند خيرهم وارن البروذرز لعند خيرهم مارفر لعند خيرهم مرة ماني مهتم في موضوع العلاقات المستقبليه ابدا حتى بلاك ويدو ترى ما طبلت له بالعكس اعطيتهم على راسهم يعني وقلت كلام كثير وانا بلاك ويدو حبيته لا له ما هو سيء مو سيء بس انه كان فيه سلبيات كثير بالنسبة لي انا حبيت الفيلم وبدخلوني مراجعة بلاك ويدو سحبولي اياها في مراجعة سوي ساي سكوات شون تحب ديو تحب ديو تحب ديو بالبساطة او هيربي حق الكل بلاك ويدو علاقكم فيه قصة انا ما يهم اذا كان فيه فيه قصة عن نتاشا هي صغيرة عائلاتها وشون صارت طلعت وكل شيء فيه ستوري تشدني انا كم حالة حتى في الجانب الدرامي فيه فيه جانب درامي حلو ايوه ايوه علاق نور وفيه ستوري شي شدني سوي ساي سكوات ما كان فيه القصة دي وبعد شيء مهم اذا كان فيه فيلم دي سي فيهم كلهم حتى لو ما حبيتهم مثلا ااكوامان او شازام او واندرومن نانتيني فور فيهم جوهر يعني ما اقدر انكر هالشيء ان فيه جوهر من الاسباب ليش انا احشق دي سي حتى الكرتون ان تشوفه جاستيس ليغ اللي عندي على الكمبيوتر كرتون سوبرمان ان فيه سبستنس فيه جوهر تخلص الفيلم اوكي فيه درسنا تعلمته حتى واندرومن نانتيني فور انا ذات مراجعتي وما حبيت الفيلم وايد فيه جوهر شازام فيه جوهر سوى سايد سكواد هاي اتفهم يقولني شو انت بيه جوهر بمجرمين ازين تقدر تفرها بفرة كاملة يعني انا كنت مثلا سافت بلاد سبورت مع ابنية رات كاتشب كان فيه شيء بسيط ممكن تكوى منها جوهر جميل لا خلنا ساوي كل شيء كوميدي الاب السيء مع بنته اوكي وصار زيء مع ام الفيران كان ممكن تطلع شيء حيلا كاملها ابنكتة يلا طلع برا اوشي لجاوهر حرام حرام كان فيه لحظات في الفيلم كان بامكانهم يستغلوها بطريقة جدا حلوة بالعكس رات كاتشر انا شوفها تقريبا افضل شخصية على قل فيها شوية بلت شوية بناء فيها حتى البنت يعني ما كانت ماخذة وضعية السماجة الزايدة او الكوميديا الزايدة لا شوية اعطتني دراما شوية اعطتني كوميديا شوية اعطتني اكشن شوية اعطتني كده خلتني تأثر معها في بعض اللحظات بس كمجمل لا لا معليش انا اشوف سوسايت سكوادا الاول ترى افضل بكثير من الجزء الثاني هذا بالنسبة لي الجزء الثاني فوضى وعارمة فوضى عارمة يعني انا ما ادري اشي اللي قاعد يصير خلف الكواليس لكن اذا كل فيلم لدي سي بينزل بيسوله حملة تقييم علشان ترفع من قيمته الحقيقية او ترفع من قيمته ونخفي قيمته الحقيقية انا اعدكم كل فيلم ينزل لدي سي بالاسلوب هذا راح اجلده على ظاهره لكن لما ينزل فيلم واشوف تقييمه الناس معطيته تقييم منطقي منصفينه انا اتكلم مع الناس بكل وضوح فيه كده كده فيه كده كده الفيلم فيه كده واحد زايد واحد ساعد اثنين عادي ما فيه شيء لكن لما ترفع الفيلم ترفعه للسماء وتتوقع مني اني انا بتأثر بالكلام ذا واجي ارفعه في السماء لا والله لا اقول لك الحقيقة والحقيقة المرة واذا في شيء اعجبني بحاول اني اتجاوزه لغرض اني بس اقول لك انه هذا الاسلوب ما ينفع غلط ماه صح ابدا ماه صح انك تجي تستخدم الاسلوب انك ترسل الناس او تخلي الناس ترفع تقيماتك او تروح ترشي النقات علشان تسويق لي الفيلم لا غلط ما يقدر اكون جزء من هذا الحركة التسويقية الرخيصة انا عندي سؤال واتمنى هالسؤال هذا شوية نفكر فيه السؤال هذا موجه للناس اللي استانسوا وحبوا افلام زاك سنايدر ومؤخرا اللي هو نسخة مالة الاربع ساعات وحتى الافلام اللي قبل بي بي اس السؤال هذا موجه للناس اللي حبوا اعمال زاك سنايدر وهم بعد حبوا فيلم هذا السؤال موجه لهم لو نعطيهم الخيار ونقول لهم افلام دي سي المستقبلية ممكن تكون على هيئة افلام زاك سنايدر وبقوتها وبخراج زاك سنايدر ممكن اي 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 نزيل او تابون افلام دي سي القادمة تكون نفس مستوى فيلم The Suicide Squad من اخراج جيمس غن عندكم المجال ان تختارون بين هالطريج وهالطريج شنو راح تختارون هذا السؤال للمتابعين يفترض ان يشاركونا اياه بضبط يعني هالسؤال موجه للي عجبهم اعمال زاك سنايدر وبنفس الوقت حبوا حيل فيلم The Suicide Squad انا اخيرهم جيمس غن انا اخيرهم لأعمال دي سي المستقبلية اما انك تروح فيها الطريج او انك تروح فيها الطريج شنو راح تختار انا جوابي معروف يعني تروني اخوان فكرة انه سنايدر زاك سنايدر يعني يرجع و يخرج اعمال في دي سي ترى صعبة يا اخوان مرة صعبة صعبة عليه هو كمخرج ترى هو في النهاية مارفل ما اعتمدت السياسة هذه ترى لو تلاحظوا في افلام مارفل ترى ما شاء الله عندهم مخرجين كثير مخرجين كابن فاقي كابن فاقي هو المهندس للقصص تي سنايدر يابو يخرج كل اعمال يابو يخرج اعمال معينة بس هو حط البلان حق اعمال في دي سي هل في هيد في وارنر ماذرز برضو لأعمال دي سي ولا لا في كل مرة يتبقى هاذي المشكلة انت كيف تبغى تمشي على طابع معين في عالم معين اذا انت الهيد عندك قاعد يتغير كل شوية كيف انا قاعد اشوف انا قاعد يعني خلونا خلو سويسات سكواد واخر خلي باتمان سوبر تعال على واندرومن الاول فيلم حلو انبسط عليه كيف فجأة تجويل جزء ثاني لنفس الشخصية بالأسلوب هذا كيف جيف جونز لا طبعا اتعرف انت اعرف القصة اللي هو شال وقام حق الفيلم الثاني قال اول شو يو واندرومن اللي الضحك الخريفة في الثمانيات فكتب ازعال من النص بهال ستايل وطبعا هو كان من اكزكيتف بروديوسر وشال طابع الجدية من واندرومن لا ولي وعطاك هالفيلم اللي اللي قال ازعال محظم انت ممكن تضيفها كلمسة في جزء معين من قصتها بس ما انا اتوقع هذي مشكلة دي سي خلينا نبدأ مع حمزة في السؤال حمزة ايش تتوقع مشكلة دي سي حرفيا ايش المشكلة اللي لو حلتها دي سي راح نبدأ نشوف افلام تنافس شركات ثانية في عالم السوبر هيرو ما راح نقول مارفل خلينا نقول اعمال تنافس نفسها شوف هو توقع يعني انا ما سويت سيرت وبحث والمعلومات هذي اللي بيقولها متأكد منها 100% هو مجرد توقع يعني هذا شيء المنطقي اللي في مخي انه الاداريين في الشركة المنتجة اللي هي ورنر برادرز او حتى دي سي اي ان كان وايد يشوفون لغة الارقام اللي هو الارباح ارباح الفيلم ارادات الفيلم كشركة منافسة مقابلة لهم اللي هم انت يا مارفل قاعدة تيب ارادات ضخمة قاعدة تيب ارباح ضخمة فهما شركة يكون تفكيرها تجاري احنا شلون ممكن نكون قراب من ارباحهم خل نحاول نسوي اعمال اقريبة لأعمالهم حتى لو اننا نضطر ان ننزل من ريت الفيلم او الفئة العمرية حق الفيلم اذا فيلم المفروض ان يكون مصنف للكبار فقط خل نحاول نخليه بي جي او حتى بي جي او متاح لفئات عمرية اكثر ايه بالضبط عساس انه في مجال ان الناس يدخلون سينما اكثر في مجالنا يطلعون ارباح اكثر انا اتوقع انه يمكن هذا السبب من الاسباب والامانة ما انا قادر استوعب ليش فيلم ديس وستاذ سكواد صنف انه هو ار بس ما حقق خينقول ارادات منافسة او اعلى من افلام ثانية قبل فترة انزلت مع انه هو ار نزل على اتش بي او ماكس مباشرة صح لا مو شعب بس في افلام غير نزلت مابت لبعض أغداير فهم أنت اللون فيها خلاص إذا النقاط حبوا فيلم معين لدي سي بجانب طابع معين ما توقعي بوائد فتوس خلاص يا وارنر برادرز شوفوا التراك راكر شوفوا التاريخ شوفوا الأرقام كل بساطة تسويتوا أفلام على كيف كان برز فري شزام وواندر وومن نايتين ايتي فور أكوامان كان في النص لأنه أكوامان كان قبل انقلب على سنايدر فكان جيمز وان وهو صرح بالسانة يروح حق سنايدر يساعده في شيء معين كان جيمز وان محضوط في النص كان يحاول يرد الطرفين وأكوامان يطاف البليون نجاح أحيان أفلام ذي برز فري اللي انت تابعوني نساوون The Suicide Squad شزام وواندر وومن نايتين ايتي فور اللي هو في الطابع اللي انت تابعوني نساوونه لايت هارتد كوميدي ما يابفلوس بحيث فيلام ثانية جدالية سوى الضجة وجدالية تحتها خط يابد لكم فلوس اللي في عالم دي سي اي يو ما نفسي البي في اس وزاكس نجاس السليج لهم نجاح ولهم شعبية كبيرة بنطلع من دي سي عندكم الجوكر ما يبعيد عندي عالم دي سي المشترك الجوكر أكثر فيلم جدلي في عام 2019 نصحب ونسكره يرفق بليون دولار أرباح الفيلم سوق لنفسه بسمعته سوق لنفسه لدرجة اللي ما يعرف الفيلم قرر يروح يشوفه بسبب السمعة اللي سواها بالضبط وفوق ذي كله صارت حملة إعلامية كبيرة حق سيكو الثاني دش الأوسكار يد وارنر برادرز أفلامكم السوداوية تدخل الأوسكار تدخل الأوسكار على بعيدا بصوت ماهر الوسكار أخذوا بالأوسكار عزين وبعد عندكم تشوفون هالمعادلة خطأ وفوق ذي كله فوق ذي كله عشان عندكم سنايدر فرس دش التريند في تويتر كسر أرقام قياسية في تويتر جوجلت عندكم دليل واضح لها العالم ما علي ما تبوني سووني السابي سوين سنايدر مئة بالمئة بس عندكم دليل واضح ممكن تبنون عالم بستايل معين ويكون ناجح نحن الناس حبوا سوي ساسكوالا احترم كل شي بس فأنتو حبيتها الفيلم الأرقام تتكلم في النهاية انا انتج فيلم ليش؟ ميك ماني مو بس حق انترتينمنت وانا تقول لي زمن كورونا ما زمن كورونا اذا ما اخرب ظنني مورتر كومبت ريتد آر بس دقيقة واحدة با تأكد مورتر كومبت ريتد آر ريتد آر ريتد آر وانا بأحقشان منا اي اوكي أي يوينغ من ناحية المفروض ناحية المين او شي تري انا هاي الي عارفه عندك غوات زيلا بعد غوات زيلا اللي هو يعني فيلم بعد مو حتى اخراجين فيه مشاكل ياب ويد فلوس جاب ياب واستمر الى فترة قريبة كان يدخل فلوس اي فيعني احترم اخراج جيمس جون اخراجه وايد حلو بس حق العالم ديسي بشكل عام انتو عندكم درب و عندكم يعني قصص و عندكم درب واضح بس امشوا عليهم هم ما يبوي احنا عقب هالفيلم ما عش بيسامون كنا بيسامون عقب بلاك ادم اشياء ثانية يعني تحبط يا خي و ثاني شي بعد اهما حط بالك سافت سافت وانر برادرز معاملاتها لديسي بالذات فيها وايد امور شخصية يعني نتقرأ الاخبار على الواضح مشاكلهم كثيرة مع موظفينهم مع ممثلينهم معه يعني افهم افهم من كلامك يا محمد ان مشكلة دي سي انهم يعني تقريبا كلامك انت وحمزة يعني مشكلتهم انهم جالسين يركزوا على الفلوس اكثر من اي شي ثاني يعني ركزون الفلوس اكثر من شي ثاني بس في نفس الوقت فيه في امور شخصية هم مرضي متقابلينها يعني مثلا نجاح نسخة مثلا نجاح نسخة سنايدر مرضي التلفون فيه مثلا بعتنا برس السيبرمان اللي كان يضون اي بليون دولار يعني ثمانمائة وسبعين مليون دولار تكلبت مائة ونخمسين شافوا فيلم فاشل مع ان حرفيا اي منتج انا حاطت مائة ونخمسين مليون وغيرت ثمانمائة وشي مليون انا انت راناجح مشط اي بليون نفس سيفل وار وغير مشاكل الصير وفوق ذي كله فيلم مطابع فني افلام تدخل الأوسكار سويس الاسكواد لأول ترادش الأوسكار ايضا ما خبضاني حاج افضل مع تراته وشي حاج الميكاب اعتقد الميكاب ايه زين فعندكم هالشي وبعال ما يعني كم مرة بتساوون افلام بات اس فاري كلير انه يماتي بفليبس وكم مرة تبوين الساو ما تبوين الساونا افلام بس خوفا من الطماط المعفن هالي تبوينه بس يعني هاي كلامي كله ترى اربط الارباح بالطماط المعفن هم عندهم اقلل بالطماط المعفن هم عندهم مشكلة عن ربيوز من البداية يعني اهم ما لحب بانسه الجنون اللي صار من نزلات ردد فعال باك مان برسو السوبرمان انهم خافوا توتروا سبب سوء افعال منهم اهم قصوا الفيلم قبل ما ينزل بشهرين امتوا خدتوا قرارات معينة فيلم ثلاث ساعات ريتد آر اتفاقتوا مع المخرجة قبل شهرين تقصوا الفيلم ليش؟ ليش تقصوا الفيلم؟ ليش تخون في الرياض قبل ما ينزل الفيلم؟ من شتي بحصد قريبات سلبية الجوكر اللي سويته انتوا حق المخرج توت فليبس اللي كان مشروع جدا جنوني اللي تضحكون عليه الفيلم يابلك مفلوس فانتوا عندكم دليل واضح لا اعلمك حاجة في معلومة ممكن ما تعرفوها عن فيلم جوكر تبع توت فليبس ورنر برودرز حاولوا يطردوا توت فليبس من اخراج الفيلم اكثر من مرة بسبب انه الراتب او الاجر اللي طلبوا توت فليبس كثير حاولوا يطلعوا يجيبوا مخرج ثاني ولكن بطريقة ما وبمعجزة الهية الحمد لله انه انتهى المطاف على توت فليبس مع العلم ركزوا مع العلم انه توت فليبس كل افلامه حشيش وضحك وكميدي بس طلع من وراه فيلم خرجت من السينما وانا كذا اقسم الله احاس اني فخور فخور بف ايش ايش الفيلم القوي ذا خرجت من السينما نزلت على سناب طبلت نزلت على انستغرام طبلت سويت حفلة انا دايما الشعور اللي اخرج فيه بعد الفيلم احاول احافظ عليه واصويله اكشن لازم يا اصور يا اكتب شي عنه لازم لانه ذاك الشعور هو الشعور الحقيقي فلو ترجع على انستغرام في صفحتي راح تشوف اني طبلت للجوكر تطبيل لسه خارج من السينما وقتها فعلى كل حال يعني احنا انا اتوقع نفسه يعني مشكلة يعني لو بنقفل السؤال ذا نفس الشي انهم بيركزوا على الفلوس وما هم راضين يحطوا رأس او خلونا نقول عقل مدبر باستراتيجية واضحة كيفين فايقي في في مارفل ما اسك الخطة وما اسك الامور من بدايتها حتى لما يجي يخرج يحدد من المخرجين من الكتاب يكون مشرف على العمل يكون قريب مع الناس قاعد يشوف كل شي ما يخرج اي شي خارج العالم حتى لو في شطحة شوية لا انا ارجع اسحبه اخليه شطح شوية بس ارجع اسحبه على نفس المسار على نفس الطابعة راحنا نتكلم عن عالم واحد يا اخوان نتكلم عن عالم مارفل ما ينفع فجأة اشطح بو كوميديا فجأة سوداوية فجأة مزيجي ما بين الاثنين ما ينفع انت اللي عندك عالم يمشي على عالم واحد ما ينفع انك تسحوز فيه فاتوقع دي سي لو قدرت توقع لاو لاو مع انه وارن بروذرز ذولي ما منهم فايدة لاو قدروا يوظفوا عقل مدبر عقل مدبر يمسك خطة واضحة ما في شي اسمه بعد فترة لا اقلع برا ما نبغاك الحركات ذي حق زاك سنايدر ما نبغاها حطوا واحد عقل مدبر ثابت ويكون شخص فاهم مش واحد سبيكة ما بنقول يعني بنفس عقلية كيفين فايقي عادي يكون له رؤية خاصة وشي خاص فيه شوف انهم راح يقدروا ينجحوا ويضربوا عصفرين بحجر يجيبوا فلوس ويجيبوا سمعة وما حاليا سمعتهم يدوبك فوق تحت فوق ما في ما في ما في معيار ثابت وصارت الناس تتابع افلامهم لاجل انه نحب دي سي يا اخوان نحب دي سي نبغا نشوف شي لدي سي ما عندهم مشكلة يشوفوا شي سيء لدي سي خلاص بدوا يستسلم انا والله اشكر الامل شوي شوي اخي لا 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 احنا نتسلم الامل بس اندي حق فيلم باتمان لان اي بليف ان ما تريد يا رب يا رب انتو شوف على اقطاري تروني نزلت شي اسمه ريال الرياكشن الفيلم باتمان تابع روبرت باتنسن اي انا متأمل خير وقاعد اقول يا رب الى ذي اللحظة شوفوني اقولها لكم يا رب انا عندي كده امل انه بيكون فيلم حلو حمزة انت يعني ما اعطيت انا ما كملت كلامك اول في شي ممكن تضيفه لموضوع دي سي لا لا بس يعني انا وضحت اغلب النقاط اللي ابي اتكلم عنها على موضوع دي سي وليش فيها المشكلة هذي مع سالفة المستوى افلامه وشنو ممكن يصير او شنو ممكن تسوي عساس انه تعدل من وضعه طب هل تتوقع انه لو اضافه فعلا شخص عاقل مدبر فوق يكون مشرف على جميع عمال دي سي هل توقع ان المشكلة دي راح تنحل طبعا طبعا واتمنى بعد يعني يعني انا ترى ما استانس لما اعتبر نفسي ان انا شخص يميل حق شخصياته عالم دي سي وافلامها في هالمستوى هذا يعني انا مو قادر اكون راضي اوكي يعني انا استانست حيل من فيلم زاك سنايدر اللي هو جستس ليج واذكر في اكو كومنت وصلني من اليوتيوب واحد قال لي انتو اللي نفس الفكر هذا اللي حيلوا تحبون اعمال زاك سنايدر انتو تكسرون خاطري وانا اسميكم ايتام زاك سنايدر اي 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 كتابلي انا كتابلي اي 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 يا انا 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 يعني بس ابي اوضح الشغل انا مارح ارد عليه الله بس انا بس انا تاري اتكلم بشكل عام انا انا مو لان اسم زاك سنايدر كمخرت اعماله ممكن ان اوصل لمرحلتنا اطب الله مع عنا انت يا وجيه مو عندك مشكلة مع التطبيل ووضع ليش في بداية الفيديو بس انا اتكلم عن انا كحمزة فيلم زاك سنايدر اللي هو ارمي بالنسبة لي مو فيلم مو فيلم ممتاز الى درجة يعني ووضحت الشغلة في مراجعتي في عندي على الفيلم ايجابيات وسلبيات بس انا ما اقدر اقول عن الفيلم مثلا فيلم ممتاز فيلم جبار ولو انه انا احب المخرج وحب اعماله واقدرها وايد عند افلام واعمال قديم انا وايد استانس عليه بس انا بس هاذي النقطة اللي بوضحه ان انت تقول عني انا واحد من ايتام زاك سنايدر كان حتى الكلمة ماكلها في قلبك حمزة تعرف لي انا يوم قريت والله يوم قريت الكلمة ايتام زاك سنايدر والله ضحكت انا انا ايشرفني ايشرفني ان اكون من ايتام زاك سنايدر بس لحظة مو كل اعماله بالنسبة لي انا كلها امية بالامية او كلها ممتاز او فوق الممتاز عنده بعض الاعمال انا قلت فيها كلمة الحق وما نافق نفسي وقلت رايز صجي وقلت ان مثلا هذا العمل عنده مثلا جيه جدا هذا في ايجابيات في سلبيات واقرب عمل لأعمال زاك سنايدر اللي هو امية بالنسبة لي امية بالنسبة لي امية بالنسبة لي والتفاصيل تبع قصته مع دي سي فتم التطبيل لفيلم امية بالنسبة لي امية بالنسبة لي امية بالنسبة لي و عينوا شخص رأس مدبر علي عقل مدبر ي immediAT their اروى للمسme الله يعطيكم العافية محمد الله يعطيك العافية حمزة نورتوني والله يا شباب و انا متفهم جدا ترجمة نانسي قنقر